بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة عمجاد الشهري من معاهد برامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثالث تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة المهارات المهنية عنوان درسن لهذا اليوم عامل محطة وقود ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم في البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على مهنة عامل في محطة وقود الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة صفات ومهام عامل محطة الوقود أن يذكر الطالب والطالبة اشتراطات السلامة لمهنة عامل محطة الوقود وأيضا أن يذكر الطالب والطالبة خطوات عمل عامل محطة الوقود قوانين درسنا لهذا اليوم أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي نرى الآن ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار لدينا قصة بطل قصتنا اللي هم خالد وأحمد إذن نرى هنا من؟ خالد وأحمد ماذا حدث في قصتنا؟ خرج أحمد من المنزل بالسيارة متجها إلى أين؟ إلى عمل إذن نرى هنا من؟ أحمد وهو يخرج من المنزل بالسيارة متجها إلى أين؟ إلى عمل وهو في طريقه إلى العمل إذن نرى هنا من؟ نرى أحمد وهو في طريقه إلى العمل ظهر له تنبيه انخفاض الوقود نرى هنا ماذا؟ اللي هو تنبيه انخفاض الوقود في سيارة أحمد ماذا فعل أحمد؟ توجه إلى أين؟ إلى المحطة توقف أحمد عند المحطة لتعبئة ماذا؟ لتعبئة الوقود في سيارته إذن نرى هنا سيارة من؟ سيارة أحمد إذن توقف أحمد عند المحطة لتعبئة الوقود من وجد في المحطة؟ وجد عامل الوقود اللي هو خالد ماذا قال خالد لأحمد؟ قال هل تريد مني تعبئة سيارتك؟ اللي هو بنزين 95 أو 91 قال أحمد أريد اللي هو 91 قام خالد بماذا؟ بتعبئة اللي هو الوقود حسب طلب أحمد ونرى هنا خالد وهو يقوم بتعبئة الوقود في سيارة مين؟ في سيارة أحمد حتى امتلأت بالوقود وهنا استلم خالد نقود الوقود من من؟ من أحمد ماذا فعل أحمد الآن؟ أكمل أحمد طريقه إلى العمل بعد أن قام بتعبئة سيارتها بماذا؟ بالوقود طيب طلابي من هو؟ من هو؟ من هو؟ عامل في محطة الوقود يقوم بتعبئة السيارات بالوقود من هو طلابي وطالباتي؟ عامل في محطة الوقود يقوم بتعبئة السيارات بالوقود من هو؟ اللي هو عامل محطة الوقود إذن عامل محطة الوقود هو عامل أين يعمل؟ في محطة الوقود ويقوم بتعبئة ماذا؟ تعبئة السيارات بالوقود طيب طلابي وطالباتي من هو؟ عامل في محطة الوقود يقوم بتعبئة السيارات بالوقود هل هو عامل محطة الوقود أو المصور؟ ها طلابي ماذا يسمى؟ أحسنتم اللي هو عامل محطة الوقود يعمل أين؟ في محطة الوقود ويقوم بتعبئة السيارات بالوقود طيب أيضا لدينا عامل في محطة الوقود يقوم بتعبئة السيارات بالوقود من هو؟ عامل محطة الوقود أو اللي هو موظف الأمن والسلامة؟ ماذا يسمى؟ ها طلابي أحسنتم اللي هو عامل محطة الوقود يعمل اللي هو في محطة الوقود ويقوم بتعبئة السيارات بالوقود أيضا لدينا هنا طلابي من هو؟ عامل في محطة الوقود يقوم بتعبئة السيارات بالوقود من هو؟ عامل محطة الوقود أو الشرطي ها من هو؟ أحسنتم اللي هو عامل محطة الوقود يعمل أين؟ في محطة الوقود ويقوم بتعبئة السيارات بالوقود أيضا طلابي وطالباتي ها عامل في محطة الوقود يقوم بتعبئة السيارات بالوقود من هو؟ عامل محطة الوقود أو موظف الأمن والسلامة أو الشرطي ها طلابي من هو؟ أحسنتم اللي هو عامل محطة الوقود أين يعمل؟ في محطة الوقود ويقوم بتعبئة ماذا؟ السيارات بالوقود طيب طلابي ما هي خطوات اللي هي عامل محطة الوقود عندما يأتيه زبون يريد منه تعبئة اللي هو سيارته بالبنزين أو الوقود ماذا يفعل؟ أولا ماذا نرى هنا في الصورة اللي هو أنواع البنزين اللي هو 91 الموجود في المحطات 91 الأخضر و95 اللي هو الأحمر إذن أولا عامل محطة الوقود ماذا يفعل؟ يسأل قائد السيارة عن نوع البنزين الخاص بسيارته إذن أولا يسأل من؟ يسأل قائد السيارة عن نوع البنزين الخاص بسيارته إذا كان 91 الأخضر أو 95 الأحمر ثاني خطوة طلابي وطالباتي يسأل عن ماذا؟ يسأل عن المبلغ المراد به تعبئة الوقود إذن نرى هنا في الفيديو العامل يسأل اللي هو قائد المركبة عن المبلغ المراد به تعبئة الوقود مرة أخرى نشاهد الفيديو نرى هنا عامل محطة الوقود وهو يسأل قائد المركبة عن المبلغ المراد به تعبئة الوقود مثل ما رأينا في الفيديو إذن أولا يسأل عن ماذا؟ اللي هو ثانيا يسأل عن المبلغ طيب بعد أن سأل عن المبلغ ماذا يفعل؟ يحدد المبلغ المراد به ملء الوقود في المضخة إذن نرى هنا اللي هي مضخة الوقود مضخة ماذا؟ مضخة الوقود ماذا يفعل؟ اللي هو عامل محطة الوقود يحدد المبلغ المراد به ملء الوقود في المضخة ونرى هنا اللي هي ماذا؟ اللي هي المضخة بعد أن حدد العامل المبلغ المراد به ملء الوقود في المضخة الخطوة اللي بعدها طلابي وطالباتي ماذا يفعل الآن عامل محطة الوقود؟ يدخل فوهة التفريق جيدا داخل خزان السيارة إذن ماذا نرى هنا؟ نرى العامل وهو يدخل اللي هي فوهة التفريق جيدا داخل خزان السيارة مرة أخرى نشاهد الفيديو يدخل ماذا؟ اللي هي فوهة تفريق البنزين جيدا داخل خزان السيارة طيب بعد أن نعبأ السيارة بالمنزين ماذا يفعل يتأكد من إغلاق غطاء فتحة الخزان طيب نشاهد هنا هذا الفيديو هنا فتح الخزان دخل اللي هو المضخة أو الفوهة هنا داخل خزان السيارة نرى هنا السيارة تقوم بتعبئة البنزين وهنا ماذا يفعل يقوم بإغلاق فتحة خزان السيارة نشاهد مرة أخرى نرى هنا أولا نفتح الباب ويدخل أنبوب التفريق اللي هو من المضخة داخل اللي هو خزان السيارة حتى تمتلع وحتى يمتلع اللي هو خزان السيارة بالوقود أو حسب المبلغ اللي حدد قائد السيارة نرى هنا اكتملت التعبئة ماذا يفعل يغلق الخزان جيدا وأيضا يغلق الخاص بالبنزين الآن ماذا يفعل يعيد العامل باقي المبلغ أو البطاقة لقائد السيارة إذن ماذا يفعل يعيد باقي المبلغ أو البطاقة لقائد من لقائد السيارة مرة أخرى نشاهد الفيديو إذن آخر خطوة ماذا يفعل يعيد باقي المبلغ أو البطاقة لقائد السيارة مثل ما نرى هنا في الفيديو طيب طلابي الآن نشاط واحد صفحة 218 نشاط واحد يقول رتب خطوات عمل عامل محطة الوقود بكتابة الأرقام من واحد إلى ستة أولا ماذا ذكرنا يسأل قائد السيارة عن نوع البنزين الخاص بسيارته ثاني خطوة ما هي يسأل عن المبلغ المراد به تعبئة الوقود ثالثا يحدد المبلغ المراد به ملء الوقود على المضخة رابعا يدخل فوهة التفريق جيدا داخل خزان السيارة خامسا ماذا يفعل يتأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة وأخيرا يعيد باقي المبلغ أو البطاقة لقائد السيارة طيب طلابي نرى الآن اللي هو نشاط 221 نظر علامة صح أمام الإجابات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة لدينا هنا يقول الإجابة الأولى تقول في حال حدوث حريق يتم إخراج جميع السيارات من المحطة ها طلابي في حال حدوث حريق هل يتم إخراج جميع السيارات من المحطة هذا التصرف صحيح أم خاطئ أحسنتم تصرف صحيح إذن في حال نشوب حريق أو حدوث حريق يتم إخراج جميع السيارات من المحطة طيب ثانيا يسمح بارتداء ملابس فضفاظة وممزقة لأي عامل في أثناء عمله في المحطة يسمح بارتداء الملابس الممزقة على العمال طلابي أو يكون لهم لبسهم الخاص مثلما تعرفنا في درسنا السابق أحسنتم الإجابة خاطئة أيضا لا يسمح بارتداء الملابس الممزقة ثالثا إدخال فوهة التفريغ جيدة داخل خزان السيارة طلابي من الخطوات ذكرناها قبل قليل شاهدنا في الفيديو ونرى هنا أيضا في الصورة صح أو خطأ أحسنتم إجابة صحيحة طيب طلابي لدينا الآن اللي هو آخر تمرين لدينا نرى هنا لهذه السيارتين مع بعض نشاهدهم الآن مع المعلمة نرى هنا اللي هي السيارة البيضة والسيارة الحمراء كانوا كلهم في الطريق في المسار وهنا توقفت السيارة البيضة والسيارة الحمراء أكملت مسارها لماذا توقفت السيارة البيضة؟ ها طلابي هل فيها وقود أو لا؟ هنا عند توقف السيارة البيضة اللي هو انتهى اللي هو ماذا؟ انتهى الوقود من خزان السيارة والسيارة الحمراء لماذا أكملت طريقها؟ لأن الخزان ممتلئ بالوقود طيب طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا الأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز وتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة اشتركوا في القناة